المستوى الفورما دي تخلينا نتكلم برضو على اتنين من افضل بكات اليمين في مصر محمد هاني وكريم فؤاد صحيح كريم فؤاد بيلعب شمال ويمين لكن يعني برضو مركزه وممكن ياخد فرصة فيه لو بتكلمهم النهاردة في ظل التقلق الكبير جدا لأكرم توفيق تقول لهم ايه اتمنى يبقى ليهم دور اتمنى يبقى ليهم دور وده يبقى رجع ليهم هم المنافسة زي ما بطلع مع حضرك بتكلم على طول ان انا انا كمدير فني لو انا عندي اكتر من لعيب في مركز ده بيبقى حاجة ايجابية للجهز الفني بيديني حافز انا حتى كلعيب ان انا لو عندي منافسة غير لو انا بلعب لوحدي في مركز ده بيديني منافسة ده بيديني ان انا دوس على نفسي اكتر ده لازم يبقى ليه مكان وزي ما بقول لحضرك دايما انه صعب جدا ان انت تاخد مكان داخل النادي الاهلي بازاي في اللعب لان ال 25 نجم 25 نفسه مع كريم فؤاد اتمنى انه السندي جمان حاسيني اوات كابتن اه اه ايضا انا بقول له تدعمات كانت على اعلى مستوى وخصصا بيرستا وان شاء الله ميكي سوني برضو يخش مع الفرقة لكن التدعيم في المراكز ده ده سما من سمات الفرقة الكبيرة بمعندك لعيب واثنين وثلاثة في المركز ايضا انا بقولت الحضرك وانا موجود في الجيل بتاعة مستر منو الجزي يكوننا خمسه ناحية اليمين لكن ده أنا بشوف أن اللعيبة اللي على دكة لازم تدوسها نفسها أكتر تتمرن لو بتتمرن 100% بيجاء تتمرن 200% لحيث أن أنت تاخد في المباراة اللي جاية وتمنى التوفيق طبعا لكل اللعيب